كلنا عارفين طبعا موضوع أنور العثماني الله يرحمه اليوم تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنغة بالتنصيق مع مدينة تطوان وعلى ضوء معلومات دقيقة جدا وفرتها مصالح المدرية العامة للمراقبة في يوم الاثنين 7 نوفمبر الحالي من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة وذلك للاشتباه في طورتها في ارتكاب الجريمة والضرب والجرح باستعمال سلاح أبيض وده أدى إلى الوفاة والتي ذهبت ضحياتها الله يرحمه طالب أنور العثماني وكان يبلغ من العمر 20 سنة وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها مع مراقبة الشرطة لكونها لازالت قاصر بينما تم الاحتفاظ بقاربها تحت تدبير الحراسة النظرية ورهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القصة وكانت مصلحة الشرطة القضائية بطنغة مدعومة أن هي تفتش مصرح الجريمة كويس جدا وبشرت عملها من يوم 5 نوفمبر الحالي وقد تمكنت الأبحاث والتحريات الميدانية الدقيقة التي بشرتها الفرق الأمنية من توقيف المشتبه بها الرئيسية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والتي تعكف حاليا إجراءات البحث القضائي على تحديد أسبابها ودوافعها كما تمكنت أيضا من توقيف أحد أفراد عائلتها التي يشتبك فيه تورطه مع عدم تبليغه عن موجناية وإطلاف أداة الجريمة ترجمة نانسي قنقر